تواصل أسعار الأسمدة لارتفاع عالمياً لأرقام قياسية وغير مسبوقة في الوقت الذي تسيطر فيه الحكومة المصرية على سعر الأسمدة نتيجة إلزام الشركات العامة بتوريد 55% من حصتها السنوية لوزارة الزراعة لتسليمها للمزارعين بسعر مدعم حرصاً عليهم كمية الأسمدة الموجودة حتى تاريخه في المخازن جمعيات الزراعية في حفظة الليبية 7,750 طن موجودين متوازعين في الجمعيات نسبة تغطية للجمعيات كلها فوق 95% الجمعية اللي بتخلص رصيدها أو رصيدها بأصف بنحاول لها تعليمات الوزير واضحة في هذا الخصوص بتحول لها من أقرب جمعية لها موجود كارت الفلاح بقى فيه وفرة في الأسمدة ويعني معظم الجمعيات دلوقتي عندي فيها أسمدة ويتم توزيعها عن المواطنين بطريقة سالسة عن طريقة كارت الفلاح والجزء اللي هو مثلاً متبقي بيتم عمل معينة له برضو عشان ما يتحرمش من السماد وعن طريق كارت الفلاح وتحرص الدولة المصرية على دعم المزارعين ولأسيما في منظومة الأسمدة لضمان توفرها بالسعر يتناسب معهم وعدم تعرض القطاع الزراعي لأزمات ولحماية الفلاح بشكل كاف الأسمدة يعتبر السنة دي من كل سنة السنة يعتبر بتوفرة هم اللي بلوننا دلوقتي على الخط لكن قبل كده كنا بنعمل في زحام وكلام ده كله الأسمدة أربع شكائر للأمر بيقدموا لنا الكماوي والرش والتقاوي الرئيس سيسي سبق وأن وجه بالتنصيق بين كافة الجهات المعنية خاصة وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة وكذلك المراكز البحثية المتخصصة وذلك من أجل الدراسة الدقيقة لتطوير منظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلي ولتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر بالتوسع في المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي الصحراوية اشتركوا في القناة